يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 واليوم المعهود واليوم المنتظر مستنين احنا اليوم ده عشان نمسك في كيروش ونقطع ونقطع نقول له ما خدتش ده ليه وخدت ده ليه متوقعين ده بصراحة 40 لعب اختارهم في قايمة ببدئية وبعد كده النهاردة اختار 25 لعب في قايمة نهائية لمنتخب مصر تعالوا الاول نقول القايمة اللي اختارها كيروش وبعد كده نقعد ندردش شوية على القايمة ده حراسة المرمة فيها محمد الشناء ومحمد ابو جبل محمد صبحي محمود جد وهاقول لكم ليه اربع حرص خط الدفاع فيه اكرم توفيق وعمر كمال وحمد حجازي ومحمود حمدي الوينش وايمان اشرف وحمد فتوح ومحمد عبد المنعم ومحمود علاء ده خط الدفاع خط الوسط في عمر السلية حمدي فتحي امام عشور عبدالله السعيد محمد النني واحمد سيد زيزو ومهند لاشين خط الهجوم في عمر مرموش محمد شريف مصطفى محمد وطبعا محمد صلاح محمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي هذه قائمة منتخب مصر اللي فيها خمسة وعشرين لعب الاول لازم اقول لحضراتكم انه كان من حق منتخب مصر انه ياخد تمانية وعشرين لعب في هذه البطولة كيلوش اكتفى بخمسة وعشرين لعب هو حر على فكرة انا لو عندي تعليق واحد على القائمة دي انا عايف ان طبعا حضراتكم فيكم كتير عنده تعليقات كتير على القائمة دي بس لو انا عندي تعليق واحد على القائمة دي فانا كنت شايف انه خد التمانية وعشرين تنمانش الظروف واحد يتصاب واحد يحصل له لا قدر الله لا قدر الله كورونا يحصل اي حاجة فيبقى عندك لعبة تقدر تشتغل معاها بشكل اكبر بس هو من المدربين اللي موجودين منه كتير في العالم اللي بيحب يشتغل على عدد معين من اللعبين ما بيحبش يبقى العدد كبير عايز يبقى عدد اقل عدد ممكن يقدر يشتغل معاهم بشكل كويس فردي وجماعي هو حر نحاسبه امتى في القصة دي لما لا قدر الله ان شاء الله ده ما يحصل ان شاء الله ده ما يحصل ونلاقي نفسنا مثلا فيه اتنين باكات مصابين ومضطر يلعب جناح او مهاجم باك رايت مثلا باك ليفت هو حر هو ايه حر طيب قبل ما اكلمك على القائمة عنا نشوف الاول الناس المستبعدة من هذه القائمة قائمة منتخب مصر قائمة الاربعين لعب اللي استبعدوا منهم محمد فوجي حارس الاسماعيلي خط الدفاع استبعد منهم احمد رمضان بكهم ومحمد هاني واحمد ياسين ومحمد فتح الله وايضا من وسط الملعب تم استبعاد الاسم الابرس في المستبعدين محمد مجدي افشا مصطفى فتحي احمد رفعت ابراهيم عادل ومروان داود ونبيل اعماد دونجا ومحمد حمدي المفاجأة الكبرى استبعاد مروان حمدي واحمد حسن كوكا واحمد ياسر ايان دي برضو من النسبة لك هيتمفاجأ مروان حمدي مش عشان انا كنت حابب ان مروان حمدي يبقى موجود ليس تقديم منه بس يعني المهاجمين اللي موجودين في منتخب مصر في القائمة كبار بس انا تصورت المروان حمدي هيبقى موجود مع كروش عشان الراجل تقريبا هو الوحيد او هو الاكثر اقتناعا بقدراته الكبيرة او كدراته الفنية عند مروان حمدي وفي الاخر هو استبعده تصوري في قصة مروان حمدي تصوري انه الراجل ادى له كل الفرص الممكنة في البطولة العربية عشان يشوف هل يقدر كان بيجيب اخره يعني هل يقدر يبقى موجود مع منتخب مصر في كاسر الامم ولا لا وفي الاخر خد قراره انه لا هل لا دي عشان هو شايفه لعيب سيء او لعيب ما ينفعش لا بس انت لما تبص على قائمة منتخب مصر والاسماء اللي موجودة في قط اللجوم يعني هتقول مران حمدي يخش مكان مصطفى محمد صعب يخش مثلا مكان محمد شريف ما ينفعش يخش بقى مكان مرموش ولا محمد صلاح يعني انا ياسف ولا محمود ريزجي ولا خلافه ما ينفعش يعني اكيد ما ينفعش مش عشان هو سيء اللي قدر الله بس ممكن يكون لسه محتاج شوية وقت عشان يبقى موجود في مكانة السيئة لمنتخب مصر تعالوا نمسك مركز مركز حراسة المرمى محمد الشناو محمد ابو جبل محمد صبحي محمود جاد مفيش خلافة على الاربعة مفيش يعني مش هتلاقوا فيه جدال على الاربعة دول تمام هياخد ثلاث حراس في قائمة الثلاثة وعشرين لعب في كل المباراة وفيه حارس هيبقى مستبعد وفيه حارس هيبقى مستبعد غالبا هيبقى محمود جاد طيب من اللاعب التاني اللي هيبقى مستبعد نحن نكلم في خمسة وعشرين لعب يعني فيه ثلاثة وعشرين لعب اللي هيلعب كل المبات لو ما فيش إصاباته ولا فيه إيقافاته وخلافه فيه اتنين هيبقى مستبعدين عادة لو ما فيش أزمة في الثلاثة وعشرين لعب التانيين الحارس اللي هو محمود جاد في رأي أو يعني حسب معلوماتي مش في رأيي كمان يعني محمود جاد واللعب التاني بحسب معلوماتي هيكون إمام عشور إمام عشور كان ممكن يبقاش في القائمة دي لو عمر السولية كان جاهز 100% عمر السولية لسه مجهز 100% لسه مش مضمون أنه يشارك في أول مباراة أو تاني مباراة لسه الكلام ده مش موجود بسبب الإصابة بس خد إمام عشور عشان يأمن مكان عمر السولية لو عامل السوداء يبقى جاهز يوم معشور هيبقى خارج قائمة الثلاثة وعشرين لها بس يبقى موجود مع الفريق فيه كأس الأمم يبقى هو وحارس المرمى اللي غالبا هيبقى محمود جاد وتلات حراس لازم يبقى موجودين في قائمة الثلاثة وعشرين في كل مباراة طيب خاطر الدفاع أكرم توفيق مفيش خلاف عمر كمال تمام عمر كمال موجود عشان يقدر يلعب اقتر من مركز يلعب كباكرايت ويلعب كجناح كمان فهو بيحب اللعبة اللي تقدر تلعب اقتر من مركز عشان يعني يقلل للعدد أحمد حجازي مفيش خلاف محمود حمدي لوينش مفيش خلاف أيمن أشرف أكيد مفيش خلاف أحمد فتوح مفيش خلاف ومحمد عبد المنعم كانت المفاضلة بينه بين أحمد ياسين بس محمد عبد المنعم بتقول لكم في الفترة الأخيرة وتحسوا أنه أتقل من أحمد ياسين خبراته ممكن تبقى أكثر من أحمد ياسين فكاية الأبضلية لمحمد عبد المنعم أنا متوقع أو مقتنع أن محمد عبد المنعم هيبقى من أحسن المدافعين الموجودين في الكرة المصرية